اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان النجاح الكبير الذي حققه سباق جائزة روليكس لصخير الكبرى للفورميلا ون والذي اقيم على حلبة البحرين الدولية جاء نتاجا منطقيا للدعم الكبير واللا محدود الذي قدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتهيئة الاجواء المثالية لانجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الدور البارز لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء ومتابعته الحثيثة لاستضافة المملكة للحدث العالمي منذ انطلاقته ساهم في ارساء ثقافة رياضة السيارات في البحرين والشرق الاوسط ومساهمته الفاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية الامر الذي يؤكد حنكة سموه واستشرافه للمستقبل ليكون مشروع حلبة البحرين الدولية لا يحمل ابعادا رياضية فقط بل يتجاوزها لابعد من ذلك بكثير نظرا للمكاسب التي حققتها مملكة البحرين على مختلف الاصعدة وتبع سموه ان تنظيم البحرين لسباق جائزة البحرين للفورميلا وان وسباق رولكس لسخير ساهم في تعزيز المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين عند استضافة هذا الحدث العالمي وساهم في ترسيخ مكانة البحرين كموطن لرياضة السيارات في الشرق الاوسط مضيفا سموه ان نجاح فعاليات سباق رولكس لسخير في البحرين واظهاره بحلة متميزة من كافة النواحي يعكس قدرة المملكة الكبيرة على استضافة مختلف المسابقات الرياضية على اراضيها باعتبارها عاصمة الشباب والرياضة واضف سموه ننوه بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس ادارة حلبة البحرين الدولية للسيارات وحرص اعضاء مجلس الادارة على تكامل الادوار والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة المؤسسات العامة والخاصة في المملكة من اجل انجاح السباق كما ننشيد ايضا بدور الكوادر الوطنية التي ساهمت في ادارة ومراقبة السباق الامر الذي ساهم في اخراجه بصورة متميزة وامنة للجميع اشتركوا في القناة